الابتداء من هذا الحدث الذي وقع ولي دارت ماما ستحل علي واحد ببجاه النام من مرحلة واحدة اخرى اذا لم ترى الحلقة انت على الباح ضروري تشوفها باش تقدر تفهم هادشي اللي يجعي وما تنسوش انا كنت تفرجوا في هاد الحلقة بوحدكم ولكي دور عزكم الله كما خلق في الدار وانا ما عندي لها تليفون لا ولو باش انني نود نسجلو تفاصيل اخرى لي ما يمكنش انني نشارككم اياها وحتى صاحبة الحكاية اعتدرت لي وقاتلي اياها باللي راني حشمانة منك ولكن هي تفاصيل ما احسناش ندوزوها كتقول غفران والله العظيم الى بعض المرات كنكون كنش قولة كندير شي حاجة وكيجي كيبسل عليها اولا كيبسل عليها اولا كيبسل عليها اولا كيبسل عليها حركات اليوم ما مخليل للحياة اليوم غدا اليوم غدا ما قدرتش انشد ليه اعياء كيجي بلي ابيمو وما كنش كنقبل به وما خلا ما اقترح عليها ما بغيتش انشد ليه حتى الواحد النهار ندخل من دراسة وغادي شدني ويكتفني ولكن انت تخيلوا شنو غادي وقع موقع الاختصاب ولكن لا يعني بلي انه كمل من راسكم المهم عدتان غاديمشي نقولها الماما ونبدأ كان بكي وانتسطى ودولي يا انتي اكبر كدابة سؤالتني كيف تفرجتي في روبرتاج حيث في ذاك الوقت بالصح كانوا روبرتاجات ديال الراجل الام شنو تيدير ومرات الاب عوثاني شنو ايها تقدر التدير فقالت لي يا ايك ما تفرجتي في ذاك الروبرتاج وقلتي انا لقيت شنو ندير ليها باش ترجع مع بابا البيولوجي غير لي يكون في علمك ارا هذي هي اللي عمرها ما تقول لك مع العلم انني ماشي بنت الحرام تزاديت من مورا زواجها بابا وحملات بي مورا زواجها كتسبو كتعير غادي تفرقيني على راجلي فوضت امري الله وما خليت صلاة صليتها ما خليت دعاء دعيته كان يزيد ديالسماء وتنقولي يا ربيعوني وانتنكبر وهذا شي غاديو كيتزاد لدرجة انه بدك يفرض عليها شي حواج انا نديرهم تخيلوا غادي عطني لقاره باش انا ننكميه وتخيلوا كان يجيب لي حتى يشرب للدار ارا ما كانش انسان صراحة انسيكير شخص اللي كان يشرب في زمان زمانات ومورا ما تزوج بالوالدة ووالد اولادهم سيد عاد ولا يجيب الخمر للدار مرة 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 ويقب لي افكاس ويقولي هكي يشربي درت المستحيل باش انا هو ذك شي عمره ما يدخل للجوف ديالي ياوا يا اخوتي اش ردي نقول لكم الوقت يدوز وديما تشدني نفس الشدة اللي عودت لكم ومع الوقت تعلمت انني ندفع على راسي وتعلمت انني نعاد نقماش ندفع ونصب انسان اللي هو اكبر مني تعلمت بالسهف جال حويش هذا انسان وليد كانت ضرب معاه وليد كانت هزي عليه موس واللي ديما كنت حطاه من تحت مني ورغم ذلك ما كانش يقيني عليه ما نكذبش عليكم الامور ما غديش توقف هنا منور دك شي غدي نطلع للتامنة وغدي يمشي عند الاساتي دا ونقولها لهم ونبكيه لهم المدير ديال المدراسة غدي مخاكي نشكي عليه وتخيلوا هاد راجل ممي براسه لما كانك يجيك يخرب لي ياه كنت نقولي راحشو معليك بابا راي اليومينا هذا باقى ما زالك نعيد عليك بابا رايش اللي كتدير فيه ما يبغيه للله للعبد رايما ما كتتق فيك وكن متأكد انا واحد نهار علاقتي بيني معاك عم مرهما غدي ترجعك في مكانت وغدي تخسر الابعد ما يكون بسبب ايش اللي كتدير انا عطيك فرصة تحبس داب الله يرحملك الوليدين لما بعد مني غير هو تيقرب كي يحطى ليه يديه حتى انا كنت ندير فيه يديه ولكن بالشر تخيلوا حم فرصة اعطيتوا باش انه يحبس ولكن والو الدرجة انه اخوتي تيكبروا و تيدخلهم لواحد البيت اللي في التلفازة و يسد عليهم بسارود علما انه صغير في اخوتي صغر مني بربع سنين و تيقول لهم ما تخرجوش من هنا ما تتحركوش بعد مرات كي يحط لهم اعزاكم والله حتى القلاس في البيت و يقول لهم اللي بغي يقضي شي حاجه يستعمل هذا القلاس و لا يخرجوش لهم القرعة والطبق عامر بالخبز لكي لا يخرجوش عنده يصدعوه في ذلك الشوطين اللي بغي يدير و قسمت على شي واحد كي يطعوه ماما باش انا تجي غريكا تمشي عندهم كتقول لهم شوفوا بنتي رامسطية و هذا الانسان راه هش ندار عليها و هش ندار عليها و بنتي راه كديرة خلت المنته تقول هذا الخبار من بعد ستديني ماما الدار و ستشبع فيها بلعصة و تقول لي اللي يترى في الدار يبقى في الدار و السؤولك على هذا الشيء قولي بلي انا غير كذبت و لا تبقيش تلعبي البطولة و تدري فيها مسكينة واحد نهار سوف نطلب للأستاذ حتى انا نمشي للمرحاضة عزكم الله و هو ما كان شي يخلينا نمشي و بحكم انني كنت حدودي و ما كانت ضرب ما احتشي حد سيقول لي يا اخر سريع بنتي انا جتني عجب ما مول فاش له غير 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 نخرج الضورة و سسمع تلمتي يقول ليه اياد خليها تمشي و احنا لا شوفوا هذيك البنت رع عندها مشاكل نفسية رعك تشرب الضوء امها هاشنو قالت لي نا فاذا بغى تمشي للطولة تلا يخليكوا مولداتي حتى حد ما يقول شي حاجة و متأذيوهش و اخليوها مسكينة اوه شفت حتى عييت و مشيت لذيك المرحاض و بديت نبكي نبكي لدرجة انني مكرتش نعلقها راسي في ذيك الوقت و قوة الاحتقار اللي دارت لي هاد ام في حياتي و من المرة غاد نرجع لقاسم كأنه ما كانوالو و غاد نزيد نغالق على نفسي ما بقام بديتشي حيلة غادي نصبر حيتاش ذيك الام انا بالنسبة لها غير جفاف اللي جي مسح في يديه و كتشوفني غير خدامة عندها في ذيك الدار غير نقصها حيتاش كل شي عليا الشقة و الطياب ديال المرقة و الطاجين ابتداء من نكنس السادس الحاجة الوحيدة اللي ما كانش كتع طاني هي الصابون لانه كان الماكينة و نشرع عليا المهم غادي نجح في التامنة و نجحت من بعد في التاسعة و نجحت بخمستاش و لكن بالنسبة لما ماما و نجيب لي حتى اول نقطة دي ما كتشوفني والو صافي هاد شي لاش قديتي المهم ده غادي ندخل تناوي في واحد المدرسة اللي يلا تبنت و اللي فيها غير شمكارة و البزنازة وقاع المنحارفين غادي ندخل و غادي نبدأ كنحس بجنيباتي و غادي عجبني راسي و انا في ذاك المرحلة كنت كتبان عندي كأنه عندي 20 سنة في الهيئة ديالي كنت كنشوف معي ابنات اللي كيدروا الماكياج و بحكم ان الوالدة ديالي مكنش كتخليني انا ندير شي حاجة كنت كنمشي حتى المدراسة و كنت نخدم عند البنات الماكياج و لنهز الماما من عندها من الدار تمشي بطابلية مقذبة و سروال مزيار و الشعر ديام مطلوق و مقد في السن كيام غادي نوالي ندير علاقات مع الدراري و من هاد الوالد الاخر اللي بسهل علي اوالي طلب مني شي حاجة ليماشي هي هادي كنحبس معاه الهدف ندوك العلاقات لا شيء ولكن كنت غير كنت تعرف و كنت نضحك و كنت نخرج و كنت ندوز الوقت مثل واحد النهار غادي نتعرف على واحد درية و واحد دري اللي كانوا تقرأوا معي بزوج و علاقات مع بعضياتهم كنت انا كنعمر معهم بزاف كنت نخرجوا و كنا كنحرقوا السواء مجموعين و انا ديما كان كيحجمي ذاك الكبل تنقول شوف دي باربع سنين و هما مع بعضياتهم تقرأوا عندهم مشروع ما بينتهم انهو مثالي و القراية و يديروا هادي و هادي و هادي كنت منيت انا نكون بحلاكات فبحكم ان انا تنقرأوا في نفس المدرسة كنت كنت نوت الصباح و كنت نشوف معاش داخلين الليلة من قبل و كنت تنطرق ذاك الدريه و الاول حيجاش كان قريب اليمن البنت و عادك يمشون عندها اياه ذاك شيء كان عادي في الحي اللي تربيت فيه تقريبا كون شيء كنت يدير بحذيك الطريقة احسن ان انا نمشي و مرافقين حيجاش تكون اكتر امان معاك ان كنت نزع للكاريان فاكنا نديروا هكيك باش ما توقعش شيء كارثة لا قدر الله وهذا الشيء كامل ليسا نحكي لكم فهذا المرحلة و ما زال راجل الممي باقي ماذا ما حبس من الضغط و الخبط دياله واحد منها الوليدة ديالي و كيف العادة كانت خارجة مع صحابتها و كان عندها واحد صاحبتها مزوجة بواحد المقدم اللي كانوا يقولون لها مرط المقدم وهذا الاخيرة كانت عندها واحد صاحبتها خياطة و ذيكال الخياطة هي مطهد الدري اللي كنت انا كنت اطرق كل صباح كنت امنى انها تكون توضحت لكم الصورة واحد نهار ما ممشتي يوم مرط المقدم عندها الخياطة و هي معلوبة هاش ما عارفه ش كنت اطرق ولا ش كم عامل كم شيف الطريق ما عارفه نيش حتى كيف هاش ديره اصلا و ما عارفه نيش بلي انا كنت اخرج مع البنات و هم بدوك يتغمزوا عليها و هي تقول لها ذيكال الخياطة و واحد بنت الكاريين و واحد الشلوطية كان حصلها مع والدي قلصة في الدار و هاكاين و هاكاين و هاكاين و شينهار ارى قدي نجيب ليها البوليس الوالدة ما فهمت والو هاكاين و تقول ليها الوالدة شو اسميه هذا البنت ؟ اسميهها غوفران و انا ذيك السيدة اقسم بالله حتى ان انا عمرني ما شفتها حتى كديره اصلا في وجهه وذلك الوالد لم يقلل علي الاحترام ولا قصني ولا اقرب مني وهو يبغي دي كل بنت انا كنت غير كنت ندق علي تخرج لعندي عمرني ما دخلت عنده اصلا حتى لداره ورغم كل شي كنت بنت دارنا والملامح ديولي كانوا بريئين ممحيدة حجباني ممتراسيهم وحتى إذا قلت الماكياش كندير شي غلوس وفغاجه فقط فقط المهم ما ماجهت عندي للدار سولاتني معاش تخلق الغضاء الوقت الفلاني نادت الصباح تبعتني وشفتني غادة معاه ولكن ما قلت والو فش رجعت للدار قتلتني بلعصة وقلت لي ركب علاقة بولد خياطة وقلستني من دراسة لمدة أسبوع وهي تخرج مع لبالهاش ممكن اشفاد العالم سنطلب فيها ماما ارادك تدري بعلاقة مع ذلك البلت الفلانية وهاش موكين وهاش موكين والو السيدة ما بغتش تدخلها الراسة مع لبالهاش راوخت فيقي با مالقبر يجي قولي يهد الهضرة والله ما انتق بك تخيلوا امي تيقات المره وما تيقاتني اش انا معلش ايدي ما اصلا كنت ديرها بحال هكا غادي تدوزع اليدك السيمانة لكم ان تتخيلوا بحال السم لانها هي ما كانت تكونش في الدار وذلك الانسان كانت يلقى الفرصة انه يدير فيها ما بغى فبطبيعة الحال غاديمشي نطلبها عافك ماما غرديني القرية واقسم بالله اذا بقى ما زال درت شي حاجة ماشي هي هذهك خرجيني متأكدة اه ما مصافي وخسيري وانا ذاك الاسبوع تمارس لي واحد ضغط لي كان مزاف تخيلوا كون جابت لي ذاك الاسبوع حلو فانا نناكله باش غير نرجع نقرأ والله تنديرها ولقيت لي غير قتلي فلان وانا رجعك تقرأي والله احتلب بله هالطلب لانه كل الامر ديالي محسوم وانا كنت نعرفها مزيان كيفاش ديرها غادي نرجع نقرأ ولكن ارجعت وانا مدمرة نفسيا وانا نكتبو الانشاء وانا يقولون لنا اهضروا على شئ وقت دوزته زوين في حياتكم انتم صغار تخيلوا كنخلي الورقة خاوية وكام دكام بكي كيكون سؤاني هو عادي لكن انا تنخذه بجدية كأنني كانت تعاير ماذا هي اللحظات زوينة اللي عندي وانا صغيرة المهم وصل الاخر نتاع السن كيام وانتعرف على واحد الولد اللي كان ساكن من مرادار ديال كاريان ديالنا وكان يقولون له مثلا الرباطي مدينة واحد اخرى ولكن احنا نعطو المثال بالرباطي سمحوا لي راجعتني في ذبالي غير هكاك امه كانت تحتها هي رباطية كانوا يعيطوا عليها بنفس اللاقب هادك الدري اشنو غادي نقول لكم كله خطوطه كله بليا ولكن راجله منص بالنسبة لام دياله كانوا يعودوا عليها بانها كانت مرفوعة عليها واحد دعوانة على الخيانة الزوجية وهو رباط من الرباط وهو عند اخوه وخواته كبر منه كان هو صغير وكان بحيلا مكروه مابيناتهم كله شام وضرب لحمه واحد النهار سيشوفني دايزة من ديالك الدار ديال كاريان وهو كان قلسة مدرق بشي حجر وكانت يسمع راجل امي كانت يقول لي يا كلام قبيح بالساف بحال مثلا داري لي واحد الحاجة وانا سنشرلك تليفون ولا هادي ولا هادي سيد اسمع كل شيء وتصدم واحد النهار كان نظر في الفيسبوك كنت يعجبني انا يقلب في ذلك الشيء اللي جين كنت مهتم به كنت يعجبني اقرار قصص ديالهم وانا سمع قصص ديال الرعب وكنت ندخل للغروبات فين كنت تلقيت بهذا الشاب وكان نهضره على هذا العالم علما انه كبر مني والتانويات دياله بعيدة على ديالي بشي يزور الشانطيات وكان نهضره كان تلقى وكنت نحرق السواع بطبيعة الحال وكان ناكله في المحلابة واحد النهار غادي يقولي ايا بغيت نسولك اغفران وجروبيني بصراحة شنو اخويا؟ واحد المرة كنت يدي زنتي ايا ودك سيد وهاشنو قاليك وهاشنو قاليك شنو هاتشي؟ سمعي نقولك هادك راعراج الممي وهاشنو كيدير لي وهاشنو كيدير لي اعودت لي كل شي وانا كنت نخصص وكنت تخبط بالبكة وهو غادي يعود لي بلي حتى هو كانت مو كدخل للرجال للدار وباللي هي السبب فان الناس كيهضروا اهلينا بسبب دياله الدراري هو مرضاش وبدأ كيضرب في الحمو وكيتقرقب وكيدير هذه وهذه وهذه الله يحسن اللعوان والله يحن عليه ولكن خاصكم تعرفوا باللي انه هاد الانسان ارا عمره ما تجاوز معي الحدود وانا عمرني ما تجاوز معي الحدود وكان ديما تشد لي غير فيدي وكان شد لي غير فيدي فقط كانت يرتاح معي وانا كذلك وكنا نوين ان انا نزوجه وش حال من حاجة واحد نهار غادي يشوفني الراجل اللي واليدة مع احدا من دراسة غادي نجيل بالدار وغادي يقول لي يا راني شفتك غادي تديري ذلك الشي اللي غادي نطلب منك بالضبط واذا ما درتيش غادي نشكي بك عند أمك غادي نقول يا راني شفتك معاه وعمما هي غادي تكلف بك هو كان طلب دياله انني ندير معاه حلاقة من الاخر حتى الهادي حبس اخي واخا بغيت نقولها لماماك صافي غادي نقولها لها وانا غادي نتهز نايدة باش مشي فحالي غادي شبه فيها تصرفيق وغادي نحيد لي يا حواجي عزكم الله بالزز مني وغادي تدى لي بوحد الهامجية ايوا يا اخوتي شنو غادي نقول لكم غادي نمشي عند ماما وغادي نقولها لها غادي نقول لها شنو ترى بدون ما انا نحكي لها على الدري بطبيعة الحال راني دخلت من دراسة وقال لي يا وداد لي وفعل لي السيدة غادي تقول لي يا انتك لطبيب اه ها انت اكدى اه واذا ما اديتينيش ليه ربح الولو غادي نحمل غادي تجمع معي بوحد تصرفيقه وقال لي يا سيري تريحي الارض هاد النهار بتطبك النافل كاريان فاشطر هاد الشيء معاك نوصل لحوه ودرو فيه الفوق والتحت المهم هي غادي تطلع لعندو كنسمع فيها كد قول ليها شو درسي الدريا والو شنو كتباس عليك عاوثاني قال لي يا الديني عند الطبيب قال لي يا شوفي غادي نقول لك كلمات وغادي نقولها لك ولكن ما تضربيهاش قبلها اراني شفتها مع الرباطي شكونا الرباطي الولدي كل اخوطه طمو كدخل رجاله الضار وهذه 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 نقزاته بدأت تقول له هاولي علا بنت الحرام هاولي كنسمع كانت نادر شردة فعل انا هتجيل عندي مثلا تضربني تعيرني تسبني سيدة ماجاتش وعيلي اعجب كيف حتى سيدة ماجاتش لدابة سيتدوز ديك الليلة وبحكم انه سيدة تيسكن مورانا سولته في فيسبوك اغضاء معاش داخل قال لي يا معايش وقلت لي شوف غادي نتلقاوا بزوج ولكن ماشي في الدرب في ديك البلاصة الفلانية اللي بعيدة شي شوية غادي نخرج وغادي نمشي معاه وغادي نشنتلي في ديه وغادي وصلني لمدرسة ديالي وقلت لي نتلقوهم على حشرة نمشوا نفطروا عن دمون محلابة وقلت لي ندخل الدار ستسولني يا ماما فين كنتي في المدرسة ستتضربني وتتسولني فين كنتي في المدرسة ستتضربني في وجهه وقلت لي ما كنتيش فيها كنتي مع ذاك الكلب اعزاكم الله ديال الرباطي والد الفعلة والتركة ونزيدكم هذا دراج الممي رفاش كان يعود لها هذا الشي قال ليها بانني شفتها هيوية في واحد الوضع لا يرثى له وشفتهم خارجين من واحد الدار وهو اي حاجة كيقولها لها قلت لي ايه عندك الصح ستقول لي ارى نسبتكم وانا لبس الخمار وهذه وهذه فعلا كانت تابعنا واحد السيدة مع الصباح وبحل هي ادي الماما انا هذا الشي ما قدرش نقول لذاك الخليد يا لي لانا اذا عارف شنو دار لي هو سيقتله حتاش ديما كانت يقول لي اذا عود لك شي حاجة انتي غير اعطني الاشارة وانا قديمشي نقتله انت هنا ومنه لاغدليه ازينا الوراق ومشينا عن طبيبة نسائية وقلت لها قلت الماما شوفي بنتك راه بقى نصف عذرة موين بلا ما نشرحه اكثر كيف هاش كيف كتتسمعي وبنتك راه عليها الاثار للاختساب واشرحت لها الحالة اللي لقعت عندي اللي ممكنش لي اشرح لكم كتشوفي وكتقول لي يا هيك بنت الحرام لا 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 ما تهدريش مع بنتك بهذه الطريقة ربما وقع عليها شي مشكل وما قدراش تقولها لك حاولي تفهمي انا القز وقلت للطبيبة لا سمحي لي يا طبيبة راني قلتها لها وقلت لها بلي هاش نوراجلك تيدير ولكن الوالدة ديالي ستعطني البنية على الوجه وتقول لي يا صديف مكي الحمارة اعزكم الله طبيبة ستشوفي وتقول لي واش نعيط لك على البوليس والمرة الثانية ستشد لي فيه وتقول لي عوتاني هذه الجملة بدأت تغوز بعد منها اللي اخلصتك اعطيت تساع واش نعيط للبوليس ولا الغفران لا 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 راني ما بغيتش نحط مما في الوضع لا تحسد عليه في الموقف كنا ندخل وقد ندخل انا وليها للدار وقد نقول لي اعيط على الوضع وانتلقى معه وانتلقينا في رأس الدرب سلام سلام راني ساعة طبيبة وانتلغ تاسبت لي يا بنتي اتنو لا لا يخليك انا ما عندي مشكلة ان انا نزوج لك ببنتك حيث انا اصلا بغيها وعندنا الدار في الرباطق انا غير مسدودة وانا مستعد عليها وانا قد بها من صغري اكتوبي انا اللي كنت كنت نشريها من رأسي وحتى انا مستعد نزوج بها ونرضى حتى اميرة غير هو نعلي الشيطانة خالتي انا ما وصلت للمرحلة انا نختص بها انا بغيها سواء كانت بشرف دياله او لا لا انا بغيها ودبنتيك نعطيك جميع الحلول الخطاري اللي بغتي فيهم انا بغني ازوج بها ونوكلها ونشربها انا بغني ازوج بها ونطلق بها حيث انتي مارضيش بها وفي الاسرة فمعدي مشكلة ولكن اخلتي بشأنك يتبقي مجرداني بحلالك لا يمكنش اماما شاهدت المرة الأولى والمرة التانية والمرة التالتة كانت كل مرة كانت تستفز المرة الرابعة ستقول لي حتى قلت لنا الطبيبة اردت تعرضات الاغتصاب وبقت كتعود له واحد اللحظة هو بقتي شوف فيا قال لي شوفي فيا غوفران وهدري معي انا وما تخليهاش اضطر عليك واشهد الاذراء اللي كتقول مك صحيحة غنقول لي اه انا تمكي قال لي علش ما قلتيهاش لي ما قدرتش شوفي غوفران اذا بغيتيني اراكي عارفاني فين كين انا غنتزوج بك ونهزك من فوق من راسي وفي عيني ولكن ما نقدرش على الظلم لانه عارت له وليدي وسبتهم له واخت كون امو اكبر يهودية ركت بقامو هي ما عجبهاش الحال ماشي نلدار وقالت اش ندير ما ندير بركتني من المدرسة بطبيعة الحال ولا تديني عند الروقات اللي حاشة ولله واشيكون الروقات كنت نقول لهم انا راني فايقة ما كي لاش تضربوني وما كي لاش تشدوني وتربطوني انا راني فايقة راني انا اللي كانت كلامره ماشي شي واحد اخر هما كي يزيروني وكي ضربوني بواحد لحصة وكي عفطوني على رجلي وعلى قلبي وعلى رأسي وعلى صدري وكي يقولون خرج تنقول لي واش شريف ايش خرج الله يرحمنيك الوالدين لما اتلق مني كان بكي على امي وتنقول لي ها اعفك لما اعتقيني ارا كانت تقصح حرم عليك ونقول يا ربرا لا الى الله محمد رسول الله غير انا نطق كي يصلوا معي ويضربوني هيا مش كتك تقول في الدرب كامله بلي انا وضربطية راس حار وسحر لي البنتي وهذه الشراء السيد صافراني قطعت معه حتى لا نستطيع التواصل ومشى مع بيناتنا مش كتك تقول الناس اصحار وفاعل وتارك شوهاته بمعنى الكلمة السيد مدى احتشرت ذات فعل حتى غادي نباليه غدا في الزنقة وغادي يقول يا ترى غفرا الله يسهل عليك انا عارف بلي انا وذيك لادرا كل همك لك تقولها ماشي انتيا قلي اذا بغيتيني ركي عارفاني فين كاين واذا بغيت تمشي تبني حياتك وتعتقي راسك سيري الله يسهل عليك اشتيني انا راني مسامحك وركي عزيز عليها وانتي انسانة اللي عمرني ما غادي نسها في حياتي كاملة لانك كنت مرى ونص مرى بقى الف راجل تخيلوا في الدرب كله تيغوث ويقول لي هذا الكلام تيقول واعي باد الله واعي باد الله هاد البنت ارى بنت لي مزيانة ودرويشة وبنت هادي وهادي وهادي وانا في ذاك الفترة شكيت ان انا نكون حاملة من ذاك الاغتساب اللي اختص من ذاك الانسان ولكن الحمدلله ما ترى لا حامل ولا ولو دازل ايام وحاولت ان انا نتواصل معاه في الفيسبوك ولكن ما قدرتش حشمت من راسي قلت صافي قلبي حيت عموما هاد شي ما عنده فين غادي نفحك ارجعت نقرة وقالت لي يري الزيف صحة وانا ما كنت شباغة كان كي يجمني ان انا نهتم بالمظهر ديالي ما بغيتش ولا اني حكماتي لي ودرته طلعت السيز يام من بعد ما عودت سنك يام زوجتي للمراز وبطبيعة الحال راج الممي لم يحبش عند ذاك الاغتساب وكل مرة كنت كان دافع على راسي ومحدي كان كبر وقوتي كانت زاد كان عقل واحد النهار شديته وعضيته حتى سليه الدم وبخيت على التفليا وضحكها راج ذاك العام بطلع الروح وذاك العام منيث الوليدة كانت شرط لرسة تليفون اللي كان هو طاكتيل كانت كتتعرف على رجال من دول الخليج اللي كانت بغى تزوجني لهم كانت كتتصف تصوري وكتدوي معهم على اساس انا الام اللي كانت دوي مع الراجل ونتقرب مني فشي جي يخطب كي جي يخطبني انا ونيجفت عندك الفعيل اللي كتدير بحيلة حاجة صرف قاتني وقلت لا ما غاديش نخليها تحكم لي احتفظ الامر فمشيت تقيد في واحد السيد ديال الزواج وشحال من الواحد حاول انا وضحكي لي يا يتفلع لي ولكن كنت شاربة دماغي كنت شاربة عقلي ومشي برغوشة وكنت نعرف المقصود متاع كل واحد كان يدوي معي تعرفت علي بزاف هذا السيد ولكن حتى شي حد مبالي فيه شي معقول وانتا المشي في طريقي المدرسة كان واحد السيد كان بغى زواج المعقول قلت له سير عند ماما هي وفقت بالشرط انه تخدم حيث كان هو تقرأ لا غدلي فاش غادي وصلني ندرسة غادي دوزني من واحد الخلاق كان تماشي كاريا وغادي هدموه فاش غادي ندوز من تماما سيد بغايت تقرب مني فاش رفضت قالي يا راني وليت راجلك ما هو؟ أنا عندي اصلا تجربة مع راج الممي وحتى حد ما عارفها من غير الممي اللي كتتعام عليها وذلك الدري اللي تتفرقت معاه وربي قلت له ما تبقى شادر معي الله يخليك قلت له ديك الهدرة كلها اللي كاد قول فيها سير كلها وصير الله يعاونك ما خلا كيف يدير باش انا ويتواصل معي ما جاوبتوش قلت له ماما ومن بعد وقلت له اللي راني تفرقت معاه تراويح من البداية دي لهم الى النهاية علما ان انا من قبل كنت نصلي وكن نقطع ولكن في رمضان كنت كنجلس كنصلي كل شي وكنت في كل اركعة كنحط جبيهتي على الارض وكندعي الله باش انا رزقني بشي زوج صالح لانا وابقيتش ما زال قادة نعيش فسط هاد شي وفسط هاد الخبط وهاد الفساد تر واحد النهار غادي توصلني واحد الرسالة من ذاك السيتن تاع الزواج من طرف واحد الشخص اللي فيتني بربعتاش لهم وليلا عندي ستاش طلعة في سبعتاش المهم تعيش في اوروبا وكاتب باللي انا مطلق وعنده ثلاثة نتاع الوليدات وما كيجوش عنده إلا مرة 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 في زوج سيمانات غادي يقولي يا سلام انا اسميتي فلان واش عجبك البروفيل ديالي اها علاش واخا عندي ثلاثة ديال اه ماشي مشكل حتى انا لولا كنت عند ماما وعودت زوجات وولدات ذاك الفترة اللي كنت هادرت معاه فيها كان في المغرب انا ماشي تهضرت مع راجل ماما شوف اراني بغيت نهضر معك اشنو يلا نخرجوا بعدها خرجنا وقصنا في واحد القهواء حادي يدي العشرة الدرامنية يكونوا فرص الدرب خاويين شوف انا بغى نتزوج علاش عزلتو قلت هالي حتاش كانوا كيجو في الخطاب النقطة اللي نسيت ما قلت لكم وكان كل مرة تيرفض تقول ماما ما تخليه اوامشي الدرية ربقة صغيرة هو كان بغيني ليه ويلقاني ديما موجودة وماشي حيتاش انا بقى مازال صغيرة كيف قال المهم قلت لي راني بغى نتزوج وحد والد الناس اللي خدام وليكن في علمك ما رانيش تنقول للك محبة فيك راني تنقولها لك راني تنقول لك هادشي غير باش انا نحذرك اذا جاب الله ما تسترش لي هاد الامر غادي نعرف باللي انك انت السبب وقسما بالله العلي العظيم حتى نديرلك فضيحة اللي موحلها فضيحة قاعدوك خواليني ما تنهضرش معهم وقاعدوك اللي في الدرب يحترموك وقسم بالله حتى نطلمش راجم ونقول نغوط ونختم عليك بالبوليس انا متقلبش على المشاكل ولكن بغيت نخرج من دار اللي رجعتها حبس عليها عبشوش قال لي لا 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 ماشينا لي رجعتها عليك حبس امك اللي كتضربك وكتك رفسك ومخليك ومخلي دارها علاكو كانت مقابلاني ومقابلكم علاكو كنت قدي نقرب ليك تيقول ابو جهو احمر كنت قد علمك الحياة وكيف يتسننك فيها وكيف يتسننك فيها قلت لها اسمع افلان شهر التفاصيل بلا ما ندوع لهم هنا خليهم عند مولانا نط ومشيت في حالي الدار هنا ستوقف حكايتنا لانها ما زال بقى طويلة لكن الاسئلة المطروحة وشراج لما في نظرككم سيقوم بفراسه سيكملها تزواج كيف سيقوم بغفران مع الحقيقة العدرية لها السيدة فالجزء الثالث سوف ندعلكم سمحوا لي وكيف سيقوم بغفران وكيف سيقوم بغفران لكي نترجم منها وكيف سيقوم بغفران وكيف سيقوم بغفران وكيف سيقوم بغفران شكراً دائماً على الدعم لا تنسوش أنكم تضعوا لها زر الإعجاب إذا عجبكم محتوى سلام سلام وكيف سيقوم بغفران